اعزائي طلب الصف السادس من سلسلة مواضيع هذا اليوم هو ضمن مواضيع الوحدة الخامسة مواضيع الوحدة الخامسة من بعد ما اخذنا ظروف المضارع التام البسيط البرازن بافك سيمبل اخذنا الافا والنفا والجرح والزر Galileo ومن ثم اخذنا الزمن الذي هو زر ربزن بافك واخذنا المقارنة الى بدitudes بالدرس السابق اليوم سوف اخذ حالة من حالات المضارع التام البصيط هو كيفية التعامل مع الفعل Go مثل ما نعرف بالماضيый شاد يصير went أما بالتصريف الثالث مع البرزن بافك رح نتعامل بحالتين الحالة الأولى رح نأخذ بن يتحول والحالة الثانية هي قام اشفكت من أسرحي يسأني طالب يقول استاد زين هو غير احنا ما اخذينا قام اي صح التصريف الثالث للفعل جو هو قام لكن ضمن البرزن بافك سبضل مع المضارع التامة البسيط رح نشتغل على أساس البن والقلب ما هو وقت نشتغل بالقلب و ما هو وقت نشتغل بالبن لا 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 تكتب بهالشكلام اللي اخذناه بالريق تقريبا من خلال سياق الكلام من سياق الكلام حسا رح نجي نشوف الفرق بينعتم قام معناها وينت 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 يعني وينت ذهب ولم يعد القام بمعنى ذهب ولم يعد يعني بين قوسين نقول عليه غائب غير موجود ما موجوده هناك اما بالنسبة للبن رح يصير معناها ذهب وينت 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 ذهب وعاد فالقران بمعنى ذهب ولم يعد يعني ما موجوده هناك رحوا اياست منه اما بالنسبة للبن بمعنى ذهب وعاد يعني ملخص الكلام انه هو حاضر اجي بعد بعد اشرح الفرق بينعتم بواد مثلا اا.. محمد محمد نقول علي حينوه غان محمد علي نقول عليك غان اما بالنسبة لمحمد روا راح ارجع اليوم بما انهرجع فاش رح نقول عليه؟ بن جعفر ما راح ابد الآخر اللي وصلنا بها محمد هنا وجعفر هنا فالتنيناتهم شنو رح نقول عليهم؟ الاثنينات عندهم رح نقول عليهم؟ بي اه هل ستقول أستاذ من خلال المعنى؟ ايه من خلال المعنى ماذا تقدر تتميزها؟ ممكن ممكن اكو بعض الحالات اقدر اميز بالاختيارات او بالاستخدام البن عن القلب انتبه يامي انتبه يامي هنا انا اعوف المنزمة وبالك وياي البن ستستخدم مع ثلاث حالات الثلاث حالات اذا موجودات ثلاثة هين يشيرا على انه الفاعل موجود هنا فنستخدم لبن اذا عندي بالجملة نفي بالناطس او بالنذا يعني النفي النفي بشكل عام النفي بشكل عام راح استخدم لشنو بن القلبة ما تستخدم بالبن ولا تستخدم بالنفي بالناطس ولا بالنذا فاذا لقيت قبل الاختيار قبل الفعل ناط او نفا راح اقول هادا شنو عندي هادا عندي بن اذا عندي ضمير الفاعل يو يو معنى انا احتيو يعني مثلا هسي يدخل علينا واحد نقل له مين هتو بن وينشنت هنالا قاعد تخاطبه وينش بوجه يعني هو وصل بعد رجع وراح نستخدم له بن فاذا لقيت فاعل الجملة قبل الاختيار او قبل الفعل يو راح استخدم شنو راح استخدم بن ندير بالكم اذا طلع المنبه ما للشحن وقفوني لان يقطع التصوير بين اذا لقيت يو صار عدي حالتين اذا عندي ناط والنفا اذا عندي ناط والنفا واذا عندي الضمير يو بعد اكفت مسألة اخرى اذا عندي صفة للمكان اللي رايح له يعني انا رجعت اوصف المكان اللي رايح له اتكون جملة واحدة بالمنهج احاول هذا الشي راح لسه هنا ما شاف فيلم كل شحلو شاف فيلم كل شحلو هنا انا اجيت انا وصفت الفيلم فلذلك راح استخدم له شنو استخدم له بن دن الجمل دن الفرق ما بيناتهم دن الحالات اللي موجودة ضمن البن عددا الثلاثة شو نقول عليها نقول عليها قبل فالناط والنفا واليو وصفة المكان تستخدم مع البن دن ثلاثة ما يشتغلن مع البن نجي للمنزمة هسا دن المسود دمالتنا خليناها على صفحة نجي للمنزمة على الصبورة افضل وبعدين نرجع للملازم تريد تشتغل على المنزمة بكيفة زين عندي شارح لك الفرق بس مو مثل ما موجود بالمسودة مو مثل ما موجود بالمسودة بالبداية قال لك القو ماضيها الماضي مالتها وينت اما بالنسبة للتصريف الثالث بالمضارع التامية اما قانيا اما بن وحسب الفرق وقلنا الفرق شنو القان شارح لك قايل لك ذهب ولم يعود اي انه غير موجود يعني غائب لا تستخدم معلم البن ذهب وعاد اي انه موجود او لم يذهب اطلاقا تستخدم مع النفي بالنط والنفا زيب نجي للمثال الاول نسوله في علاوي اليوم اختيارات اختيارات ما بين البن والقان علي انت لازم اكو مكان لان القان والبن معناها ذهبتوا الى لازم باعتن اكو مكان فاكو فرق الوصف بالصفة مو بالمكان يعني مو اي مكان عندك تعتبر وصف هذا فاقرالي الجملة بالمناسبة الصفة هنا النات والنذا قلنا قبل واليو قلنا قبل الصفة للمكان هاي ما تلقاها قبل تلقاها بالتكملة او بالجملة الثالية بالتكملة او بالجملة الثالية هنا اي هاب تدبي انا كان اماما بنو غان لماذا لا اكو نفي ولا اكو يو ولا اكو وصف هاي اللي جريد شنين رحلة رائعة هذا موصف السوكي الوصف الرحلة وين هي اساسا الدبي خلاص اذا هذا الوصف اقصداني بالرحلة اللي رايحة لدبي هنا وصف هنا وصف اذا انا رحته رجعت وراح تستخدم شنو رح تستخدم بني اذا هو مو او صحيح لدبي اعني ساتي حارب اصب يعني راح اذا نقول اي اي ما طول عندي وصف معنا هاني رايح وراجع تمام شوف السؤال الثاني ووزار وموجود عندكم بالمنهج اي هاب بان او اي هاب قان اي هاب بان اي هاب بان شو تقول يا جعفر هاب بان ليش هاب بان لان احنا وصف للفيلم لان عندي وصف عندي وصف عندي وصف فهنا رح استخدم شنو بان السؤال الثالث هسا قبل لاحول السؤال الثالث اكو شكال بالاول او بالثاني وصلنا لمحمد لانها لدبي لان ترى العمل عندي هاب بانها ذهبت لدبي لرؤية عم تناول نشرت أكو نفي لاستانا وصفة الروح لدبي لاستانا إذن إرتفع راحة عن جملة كذلك؟ حسنا نرجع العلي لأني أرى دبي نفسي جملة وجود النفي هنا معناها أكو نفي بالجملة أنا لا أريح إلى دبي وأني موجود هنا ستستخدم ذلك حسنا جعفر أنا أخبر سعاد وزارية أيضا هذه الساعة كانت محاولة مع أسرها لقد اتركوا بقى 10 مقالات طيني مجال أخشى أن سعاد ذهبت مع أختها غادروا لعشرة دقائق مضت أكو نفي أكو نفي أكو وصوف إذن حسنا حسنا أنا إلى محاولة محمد أنا إلى محاولة ولكن أريد أن أرى دبي لم أكن لم أكن لم أكن لم أكن لم أكن محاولة نتبهوا لم أكن كيف طبعا طبعا ثلاثة أكو مثلا ما بين الأقواس أتركوا يعني الجزء اليو يأتي بين الأقواس الجزء النفي يأتي بين الأقواس الجزء الوصف يأتي بين الأقواس انتبه جيد لماذا؟ يوجد يو؟ يوجد وصف؟ يوجد ناطلو نفا؟ ستستخدم هاب نفا لماذا استخدم هاب نفا؟ لماذا استخدم هاب نفا؟ لماذا استخدم هاب نفا؟ انتحر؟ انتحر؟ نحو السرع كيف أنت تقول لا يوجد نفا؟ اقرأ لي اقرأ لي اختيارات مرة ثانية محمد النفا موجود بالجمع الثانية ماشي ويامن تشتغل هو يقول النفا موجودة بالاختيارين قصنا يعني موجودة لديها نفا ونفا وما يقدر يميز كيف قلنا بالساعة؟ ما قلنا؟ النفا ويامن تستخدم مو قلنا النفا مع البن؟ اذا اجت نفا قبل معناها اكو بن؟ نعم اذا هاي النفا ما تشتغل مع القن؟ هاي غلط تاخذ هذه هاب نفا بن؟ واضحة؟ ها جعفة بابا حتى اللي بداخل الاقواس يحدد ها؟ قبل ما لدينا هكذا قبل вообще هن هان هل هم 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 ه هنا فلو استفهام وصير بالمضارع التام يعني هاف وهاز وتصريف تالي عندك نافا و نات عندك يو عندك الصفة للمكان أكيد لا إذن هنا رح تستخدم جعفر واضحة محمد جعفر السؤال الثامن رجع عليك تكرر مرة ثانية بس أكو لعبة بي دير بالك یوش جعفت وآده ؟ هم تقوم بي دير بالكو للمكان ها الوزيان عندي يت وليت ما تريد ماضي ها الوزيان يجب عليك ها الوزيان ليو هنا فهنا رح تأخذ اختلاف السؤال السابع السابعة نعتم بهم السابق هناك نعتم بهم اما هنه شو عندي عندي يو فلذلك رح تأخذ ونحن اتفقنا انه اذا عندي شاخط هذا بالنسبة الاسلوب الاختيارات رح ناخذ الاسلوب الثاني لاحظوا الاسلوب الثاني مختلف تماما عن الليل تصحيح الجمل وهذا عنده تمرين كامل رح ناخذه بالجهة الاخرى يعني الدرس القادم مباشرة رح نفوت المقارنة ما بين المضارع البسيط والماضي البسيط وهدش اسلوب وارد وزاري قد اتفقنا في المضارع البسيط سأسألك سؤال شين الظروف المضارع التام يا علم حلو سنز وفور مشترك بسلسة انا ما عندي مضارع تام مسلمة اشتغل فقط على المضارع التام البسيط قد اتفقنا في المضارع قد اتفقنا في المضارع تام بسيط نضارع تام بسيط اتفقنا في المضارع فهو الان في المضارع لازم تعامله مع ماؤاملة تكون هذه مضارع التام جدا لديهم؟ فقط 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 لا يمكن لا يمكن لا وصف لا يوب السؤال حتى استخدم إلى الكافير جعفر لم نذهب إلى كينة من ظروف المبارعة التام يعني لازم عندي هاز و هاف وتصريف تمام؟ جيد هذه الجملة خطأ تبدلها لازم بمن؟ هاف منفي؟ ماذا تحدث؟ هافن جيد هافن لازم لوبين أو لوبين لماذا؟ لنبقى النفي هنا لدي النفي هنا فما طول الجملة منفية هنا سأستخدم شنو؟ سأستخدم بيب سأستخدم بيب سأستخدم بيب إلى كينة؟ نعم بالسؤال الأخير الحالة عكسية محمد لاحظوا إياك طبعا الظروف تحدد الزمن يعني الظروف ثابتة بس هي تقوم بالجملة يا أما مضارع يا أما ماضي ماذا الظرف المتوفر بالجملة الماضي؟ ماذا عندي ماذا؟ المطلوب أن تحول الجملة للماضي هل تحتاج بالماضي؟ لا سأستخدم بيب فاعل زائد فعل زائد فعل إذن فاعل زائد فعل إذن تشتغل على هالقاعدة مضارع لا تحتاج الزمن يجب أن ترجع ما ماضي الزمن؟ الزمن؟ هل تحول إذن هنا الجملة ما تحدث؟ أقوموا إلى وتكملت الجملة فهنا نتحدث الزمن وهذا الفعل يتحول للزمن الماضي وصلت؟ هذا الفرق ما بين الزمن والقلب أدأك سؤال؟ طريقة الاختيار تمييز بيناتين شلون شوكي تناخد بين اذا عندي شنو نفي بمن ناذا نات يو وصف هنا عندي اول حالة مقارنة من بعد مقارنة المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر راح بالدرس الجاي ان شاء الله ناخد زمن جديد اللي هو الفرق ما بين الماضي البسيط والمضارع التام البسيط وايضا هذا يعتمد على الظروف ويعتمد على الحالات ان شاء الله راح يكون عندنا اختبارات الدرس الجاي راح يكون عندكم امتحان في هذا الموضوع ان شاء الله موفقين ان شاء الله